السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا نستهلم بكم في قناة السلام السعد اليوم نتعلم في هذا الفيديو أو في هذه الحلقة طريقة إحياء ذكرات الحساب المتوفي في الفيسبوك أولا ندخل على تطبيق الفيسبوك وثم نذهب إلى القائمة المنسدلة وثم الإعدادات والخصوصية وثم الإعدادات وثم نذهب إلى الأسفل لنقوم باختيار ملكة الحساب وتحكم فيه وثم ننقر على إعدادات إحياء الذكر وثم نختار أحد الجهة لاتصال موصبها نقوم بالنقر على التالي وندخل اسم الصديق في الفيسبوك أو نقوم باختيار حساب حساب الفيسبوك وثم نعم وحافظ وثم نقوم بالقراءة وثم ننقر على تأكيد بعدها نقوم بالاختيار أحد الأشخاص أو الصديق أو نقوم بالتخطي أو التجاهل إن كان ليس لدينا صديق هنا يؤكد لنا الفيسبوك بأنه سوف يقوم بحذف الرسائل والصور والمشورات والتعليقات والتفاعلات والمعلومات بالشكل فوري ونهائي من الفيسبوك في حلقة مع أحد الأشخاص من إبلاغ الفيسبوك بوفاة صاحب الحساب ومن هنا أيضا نستطيع من التغيير الإعدادات أو اختيار أحد الأشخاص والآن نذهب من تطبيق الطريقة على تطبيق الماسنجر في حالة لم تظهر في تطبيق الفيسبوك نذهب إلى الماسنجر ونذهب إلى الرمز المتوجد في العلم رمز الحساب ونذهب إلى الأسفل وثم إعدادات الحساب أو أكاونت سيتينك وثم نذهب إلى الأسفل وننقل على ميكات الحساب وتحكم فيه كما تشاهدون وإعدادات إحياء الذكرى كما تشاهدون نفس الصفحة ونفس الإعدادات والطريقة المتبقة في تطبيق الفيسبوك مع السلامة وأتمنى لأن كان الفيديو مفيد لكم ترجمة نانسي قنقر